المثل المصري القال جوزك على ما تعوديه مين الزوجة الصالحة اللي قدرت تعود جوزها على حاجات كويسة مين الزوجة الصالحة اللي عودت جوزها انه لوح يسأل عالمه كل يوم او يتصل بيها فين الزوجة الصالحة اللي عارفة ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق جوزها كل يوم يصحى يصلي الفجر فين الزوجة الصالحة اللي عودت جوزها على انه يحترمها ويعملها المعاملة الطيبة من حسن ادابها وبمكسوف منها طبعا زوجك على ما تعوديه على ما يعني تعامليه المعاملة الطيبة اللي طرد ربنا لان زوجك ده هو جنتك وهو نارك اذا عملتيه معاملة طيبة هتروحي الجنة واذا عملتيه معاملة وحشة ربنا سبحانه وتعالى هيغضب عليك وخدوا بالكم اول ما تسأل المرأة يوم القيامة عن زوجيها ان احسنت عشراته واحسن الله اليها واذا ساءت الي حسبها الله سبحانه وتعالى المستمع الكريم اللي قبل الفاصل كان بيكلمنا عن ان القوامة مفهوم القوامة بعض الرجالة للأسف الشديد بيفهموا القوامة بطريقة غلط القوامة فتوانة القوامة فرض عضلات القوامة ضرب القوامة شتيمة لا يا جماعة القوامة مش كده انتوا فاهمين قوامة الرجل على المرأة غلط قوامة يعني ايه يعني بيحميها يعني ظهراها يعني سندها يعني قوتها يعني بيدافع عنها يعني بيحميها ليه لان المرأة زي ما حضراتكم عارفين ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليها معان الى يوم القيامة لان الرسول قال لنا انما النساء شقائق الرجال لان الرسول قال لنا في حجة الوداع في اعظم موقف في اعظم يوم في يوم عرفة على جبل الرحمة في منطقة عرفات سيدنا النبي يعني في اول مثاق لحقوق الانسان في التاريخ صلى الله عليه وسلم دعانا الى احتلام المرأة وقال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان لا يملكن لانفسين شيئا وإنكم قد اخذتموهن بعهد الله واستحللتموهن بكلمة الله فأوسعوا عليهن الكسوة والنفقة يوسع الله عز وجل عليكم في الارزاق الناس بتفهم القوامة غلط القوامة تعني اهتمام بشؤون المرأة الرجال قوامون على النساء واستخدام العنف ضد المرأة سواء كان دعون في لفظي أو حتى فعلي ده مرفوض شكلا وموضوعا